اهلا بكم من جديد النهاردة هقدم لكم فيديو تفصيلي عن سماعة انفينيكس الجديدة XE23 نازلة باسم مختصر انفينيكس بودز لايت هالسماعة دي من نوع سيمين اير مش بكاوتشات وبتقدم وصفات تعتبر كويسة ولكن الاهم التجربة الفعلية درايفر الداخلي او المشغل 13 ميلي بلوتوز فيرجن 5.3 ومدى اتصال 10 متر وبطارية داخلية بتكافي استخدام 25 ساعة هنعمل النهاردة هنعمل تفكيك للسماعة واستعراض التجربة الفعلية اثناء استخدامي لها حوالي اسبوع اولا نحب اوضح ان انفينيكس داخلها بقوة في السوق المصري في مجال الاجازة الويرابول سواء السماعات او الساعات وبالتالي متوقع نشوف اصدارات استثنائية جدا خلال الفترة اللي جاية لنهاية 2024 اولا تصميم السماعة هنا صغير جدا بكريفات في كل مكان وشكله انيق جدا حقيقة الشكل هنا ممتع وكمان يعني مسكتها تعتبر قياس اوي وصغيرة اوي مش تشغل مساحة ابدا ونتحطها في جيبك او انت تستخدمها في اي مكان يعني حاجة تصراحة تعتبر حلو اوي الكيس الخارجي او علب السماعات فيها اربع لمبات لد بتبين حالة الشحن وفيها كمان مدخل الشحن الطيب سي مدخل معدني زي ما نشوف في محتويات الهاردوير الداخلي او البورتا من الداخل وهوضح لكم اسرار الهاردوير الداخلي وتريد التصنيق خاصة انها متجمع في مصر وهقولك رأيي بكل تفصيل وكل صراحة عن التجمية لانه ده من المنتجات في خطوط تجميع وانتاج انفينيكس في مصر حاليا قبل ما ندخل في المميزة السماعة اللي تعتبر كانت مفاجأة كبير جدا لها الحقيقة هقولك بس على عيب يعتبر عيب في التصميم وهو ان الباب هنا بيقفلش كويس على السماعة يعني مش محكم قوي وطبعا في قطعة مغنطس من الداخل بتثبت الباب مع الجسم ولكن زي ما احنا ملاحظين كبقى خفيف نسبيا عكس باقي الاصدارات الاعلى حقيقة في الفئة السعرية من انفينيكس ولكن السماعات نفسها ركبة كويس في مكانها مش هتقع منك لو الباب بتفتح ولكن على اي حال دي اهم نقطة او نقطة الاساسية في عيوب الانفينيكس اكس اي تلتا عشرين اما بالنسبة بقى للتجربة الفعلية ومميزة السماعة هنا سماعة سيمي ان اير مش بكوتشات ما بقاش عالي لان هي مش بتدخل في مجرى الازن ولكنها بتبقى يعني ايه في نص سلويدن كده بحيث تديك او تنقل لك اصوات البيئة المحيطة بحيث ما تعملش حوادث او ما تعزلكش عن البيئة المحيطة ولكن التجربة الفعلية هنا فجأتني وكان مستوى الصوت عالي ونقيهم هم تلحقيقة وده في الفئة سعرية فئة ال700 جنيه حقيقة يعني غير متوقع من النوع ده من المنتجات حجم الدريفر الداخلي هو 13 ملي وده هنشوفه في التفكيك الداخلي ان شاء الله كمان شوية طريقة التحكم في السماعة هنا عن طريق اللمس على منطقة كده مسطحة في زراعة السماعة كنت حب انها تبقى من اعلى ولكن طريقة دي احيانا تبقى فيها صحبة شوية اثناء الاستخدام وتقدر تخصص طريقة التحكم من خلال الابليكيشن هنشوفه كمان شوية في نهاية الزراعة كده في فتح علي المايك وكمان في نقطة توصيل السماعة اثناء عملية الشحن السماعات دي فعليا من بتشحن في ساعة ونص عشان تيديك استخدام ثلاثة اربع ساعات والعلبة نفسها بتتشحن في حوالي ساعتين ونص من خلال كابل الشحن الطيبسيل مرفق في علبة الشراء وبتديك استخدام متواصل خمسة وعشرين ساعة كتوتل الوقت اللي يعني بتدر تستخدم فيه السماعات دي سواء من الكيس او من السماعات نفسها زي ما هنشوف البطاريات دي خلالها سواء في السماعة او الكيس كمان شوية التطبيق بيرفكت الحقيقة من خلال اللي احنا شايفينها دي تقدر من خلال التطبيق تعمل اعدادات كتيرة جدا تطبيق مثالي وتجربته ممتعة جدا تقدر تزبط مستويات الصوت حسب ما تحب بقى سواء البيز او الميد رينج او التريب الحقيقة مستويات الصوت هنا تعتبر ممتعة قوي والتجربة الفعلية تعتبر ممتعة وفجأتني في مستويات الصوت ونقاء الصوت عن تسعين في المائة من مستويات الصوت عالي ومفصل ونقي وجميل قوي وده خلاف كتير جدا من الاصدارات المنافسة الحقيقة اللي بتقدم يعني نفس الشكل ده ولكن بمستويات الصوت قليل الصوت هنا عالي وممتع وحقيقة استمتع جدا بيه اما بالنسبة لتجربة المايك تجربة المايك في الـ XE23 اشبه بان انت فاتح سبيكر الموبايل وبتتكلم منه فالصوت بيبقى بعيد نسبيا والصوت بيوصل للطرف التاني وبهو بيحس ان انت كأنك فاتح سبيكر الموبايل التقفيل وجودة التصنيع بالنسبة للكيس واعتبرا افضل من ممكن سماعة خفيفة وحجمها صغيرة ولكن تقفيلها واعتبر بيرفكت مكونات الداخلية على افضل ما يكون بتقفيل في مصر بجودة عالية جدا البطارية هنا بسعة 300 ميلي امبير زي ما احنا ملاحظين كده وعليها بيانات كاملة وعليها مصدر للتصنيع هنا او بلد المنشأ هو الصين وبالتالي ده دليل ان كل مكونات جاية مستوردة هو بس عملية التجميع بتتم في مصر والتجميع او تقفيل او يعني اين كان التجميع المتجدد او تركبها مع بعض حقيقة اه شيء مدقن جدا زي ما احنا ملاحظين كده في كل لقطات فيديو النهاردة دي لقطات بوضح لكم فيها حجم الدرايفر للسماعات نفسها ده الدرايفر الجزء المدور ده بحجم 13 ميلي او بكترة 13 ميلي وبطارية داخلية في السماعات 25 ميلي امبير بتديك 3-4 ساعات استخدام متواصل قطع الدهب اللي احنا شايفينها دي للتحكم باللمس يعني دي اللي بتبقى موجودة تحت المنطقة المسطحة اللي شفناها من شوية وهنا المايك اداء واعتبر جاد جدا ومتقفل كويس ومتركب كويس على باقي القطع الاربع بنات الدهب دي هي نقطة التوصيل النحاسية عالية النقاء الحقيقة وبتوصل الطيارة على طول للسماعات الداخلية عشان موضوع الشحن أثناء ما هي موجودة في العلبة بالنسبة للضمان الضمان سنة مع كارل كير الضمان الشهير جدا في مصر لمنتجات انفنيكس ورقم التواصل معاهم 19-5-3-8 الخط الساخن لو عايز تسأل على اي حاجة بخصوص الضمان في نهاية الفيديو حابي اقولك بناء على معلومة من جوان الشركة ان انفنيكس جايه بمجبوعة كبيرة جدا من الاصدارات خلال الفترة الجاية فتابعه اصدارات انفنيكس هتقدم لك قيمة كبيرة مقابل المال وجودة تعتبر كويسة بناء على التجربة انا مش اقولك حاجة مش عجباني او مش رشالك حاجة مش عجباني سعر السماعة دي 799 او قلي حاجة بسيطة على امازون ونون مصر بشكركم و الى اللقاء